أبو سيف من الشارق يقول يعني الإشراق الآن الساعة ستة و خمس و أربعين دقيقة يقول لو أن الإنسان استيقظ قبل الإشراق بدقيقتين مثلا ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو سيف بارك الله فيك أنا أعتقد بأن من استيقظ في مثل هذه الفترة لن يستطيع أن يدرك الفريضة أداء لماذا؟ لأنه سيحتاج إلى وضوء سيحتاج إلى وضوء والوضوء يعني سيستغرق منه وقت فتطرع عليه الشمس ولذلك أخي الفاضل الأصل أن الإنسان إذا استيقظ مباشرة يصلي لقول النبي عليه الصلاة و السلام من نام عن صلاة أو نسيا فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فأنت الآن أفترض لو أنك استيقظت الآن ستة و خمس و أربعين دقيقة أو ستة و أربع و أربعين دقيقة بقي دقيقة أو دقيقتين لن تدرك الصلاة أداء و إنما ستدركها قضاء فإذا فاتك وقت الصلاة فانتظر حتى يذهب هذا الوقت الذي هو من أشد أوقات النهي لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال نهى عن الصلاة عند طلع الشمس و عند غروبها و أخبر أنها تطلع و تغرب بين قرني شيطان و أن المشركين يسجدون لها و أن المشركين يسجدون لها فلذلك تنتظر حتى ترتفع الشمس قليلا ثم تقضي صلاتك ثم تقضي صلاة و قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم حينما كان في سفر و وكل بلال بن رباح أن يوقضهم على صلاة الصبح و كان السفر شديدا يعني تعب النبي عليه الصلاة و سلم الصحابة فما استيقظوا و نام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال النبي عليه الصلاة و سلم لي بلال ما هذا يا بلال يعني وكلناك و كلفناك أنك توقظنا فقال يا رسول أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم فالنبي عليه الصلاة و سلم غير المكان غير المكان و قال هذا المكان حضرنا فيه شيطان ثم أمر الناس أن يتوضأ ثم أذن وأقام و صلى صلى الله و سلم و قد صلى ركعتي للصبح قبل ذلك فالمقصود يا أخي الفاضل إذا فعلا أنت الآن تعتقد بأن الشمس بدأت في البزوغ تتوقف حتى يذهب وقت النهي الشديد